مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تتأثر المملكة يوم الأحد بتيارات هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى وبالتالي هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار وأيضا انخفاض على درجات الحرارة بإذن الله مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر من الأحد بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى تدخل المملكة على شكل تيارات هوائية غربية رطبة وهذا اللون الأصفر يمثل الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل والرطوبة الأعلى بحيث تسيطر يوم الاثنين على معظم أجزاء المملكة وأيضا يوم الثلاثع أحوال المناطق التي سيحصل فيها الهطول نتوقع أنه الهطول يبدأ تقريبا يوم الأحد صباحا في أجزاء متفرقة من المملكة بيكون على شكل زخات متفرقة من المطر وثم يخف مساء وليلة الأحد لكن يتجدد بعد منتصف ليلة الأحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين بحيث يوم الاثنين تقريبا تكون الزخات أكثر غزارة وأكثر شدة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة لكن يوم الثلاثة تستقر الأجواء وينقطع حطول الأمطار بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الصغرة المتوقعة 16 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة هناك انقفاض واضح على درجات الحرارة درجات الحرارة أقل من المعدلات يعني بشكل عام أجواء لطيفة من حيث درجات الحرارة لكن ستكون يومي الأحد والاثنين غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط زخات متفرقة من مطر العظمى بتكون ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية لكن أثناء الليل بتكون الأجواء تميل إلى البرود وتكون درجة الحرارة الصغرى بحدود 15 درجة مئوية الثلاثة تقريبا استقرار على الأجواء أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا أجواء لطيفة بالنهار تميل إلى البرود ليلا العظمى ما بين 22 إلى 24 في عمان والصغرى بحدود 15 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المنطقة الشمالية هناك زخات متفرقة من مطر في منطقة إربد وجرش وعجلون وإربد بتكون العظمى 23 وصغرى 18 عجلون 21 و27 جرش 24 و17 المفرق 24 إلى 14 درجة مئوية المنطقة الوسطى أيضا هناك زخات متفرقة من مطر أحيانا الصل 22-15 مأدبة 20-16 عمان 20 إلى 15 البحر الميت 30 إلى 24 والزرقاء 24 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 22-15 الطفي 21-14 الشراح 19 إلى 12 هناك فرصة أيضا لسقوط زخات متفرقة من مطر في منطقتين الطفيلي والشراء قد تشمل أيضا بعض المناطق الجنوبية الأخرى مثل الكارك أحيانا معان 22-13 العقبة 31-20 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء غائمة جزئيا معتدلة بالنهار تميل للبرود ليلا الأزرق 27-15 الصفاوي 26-14 والرويشد 28 إلى 13 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر